هنروح على مايار الشريف عندنا خبر يعني مش هيبسطنا كتير ان هي ودعت بطولة رولانجاروس في باريس اللي كانت اشتركت في نائتها السنة اللي فات مايار الشريف لعبة المنتخب الوطني الاول للتنس الارضي ونجمة النادي الاهلي للأسف خسرت في الدور التاني من الادوار التمهدي لبطولة رولانجاروس وهي واحدة من اكبر بطولات العالم في التنس الارضي وبطولة كبيرة من بطولات الجراند سلام البطولة بتتلاع في الفترة من 24 مايو لحد 13 يونيو اللي جاي بطولة 8 كانت تقريبا مصنف رقم 154 على ما اتذكر المطش استمر 3 ساعات كان مطش عنيف جدا ويعني خلينا اقول لكم انه هي عامات اللي عليها ولكن لم توفق احنا كنا نتمنى تبقى للسنة التانية في نهاية الرولانجاروس وتحقق دور من الادوار المتقدمة ولكن معلش شمايار ان شاء الله اللي جاي افضل خاصة انت يعني مركزك تقدم كثيرا في الترتيب العالمي وصل ل120 مطالب ان شاء الله استنادي بإذن الله انت تتخش في احسن او اعظم 100 لعب او لعبة للتنس بإذن الله ابنتيجك